وقلت كمان ان انت حبيت تعمل الفيلم ده تكريما لمصر اللي انت بتحبها وشاعر تجاهها باشتياق ونستالجيا ده شيء جميل جدا منك لانه البعض بيعتقد انه الفن المهم او العميق في اظهار السلبيات في اظهار العشوائيات في اظهار العنف في المجتمع العنف ضد المرأة انت تعرف صياغ الانتاج المشترك والتمويل بتحب دايما التيمة اللي ليه علاقة مثلا العنف ضد المرأة عمالة الاطفال ختان المرأة الموضوعات اللي بيهتم بيها الغرب اكتر من ان احنا نبين الجانب المشرق انت عملت العكس حبيت ان انت تبين الجانب المشرق للمجتمع المصري والمصر على القل في الفترة اللي انت عشتها وعندك نستالجيا تجاهها ايه طبع عشان الكاركتر من سو مثلا هي كان بعايشة في سويسرا وهترجع مصر الكاهرة وحتجو باك يعني توهابت ترجع للجذور بالزبط وزي زي زي like a trip back to the past into the past ومصر عشان عنده الافاكت ده لما باجعه بعد السنتين وعشر سنان بلاقه زي 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 مكان لما رحت يعني وكان مهم عشاني كمان أورى الحب البلد لما ترجع It's like nothing ever happened Like you're starting back where you left That's the point of view of the character of Nadine Labak